لأبناء شعبنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارة وصلوا لآخر معاقل داعش تنظيم الدولة أو داعش أو غيرها من الأسماء التي يطلقها عليه خصومة انتهى أم لم ينتهي؟ سؤال لا يزال يطرحه بقوة رغم مضي نحو ثلاثة أشهر على إعلان رئيس الحكومة في العراق حيدر لعبادي ما اصطلح على تسميته نصرا على تنظيم الدولة واستعادة جل المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق لكن لصناع القرار الغربي وخصوصا الأمريكي رأي آخر صحيفة الاندبندنت البريطانية تنقل عن مسؤولين غربيين قولهم إن هناك علامات على عودة تنظيم الدولة إلى معاقله القديمة سواء في مدينتي الموصل وكاركوك العراقيتين أو مدينتي الرقة وديرزور السوريتين هذا الاستنتاج تدل عليه الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في عدة مناطق بكاركوك وخصوصا بقضاء الحويجة عندما نصب كمينا لقافلة عسكرية من ميليشيا الحشد سقط إثره عشرات القتلى من الميليشيا وفي سوريا تنقل الصحيفة عن قياديين في ميليشيا سوريا الديمقراطية تأكيدهم مقتل العشرات من جنودهم في هجمات للتنظيم على الرقة وديرزور وتحول موقف الميليشيا المدعومة من واشنطن من المهاجم إلى المدافع كل هذه الإشارات لعودة تنظيم الدولة تقول صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أن أسبابها ترجع لتسرع حكومة العبادي بإعلان النصر قبل أوانه وهو ما عده خصوم العبادي ترويجا انتخابيا له أضف إلى ذلك الخلافات بين الخصوم في بغداد وأربيل التي فجرها استفتاء كردستان حيث تحولت القوات الحكومية لمواجهة الأكراد والسيطرة على كاركوك والمناطق المتنازع عليها مع أربيل بدلا من إحكام قبضتها على كاركوك وقضاء الحويجة كما يتهم محافظ التأميم السابق نجم الدين كريم واقع محموم من الصراع إذن يبدو أنه يسير في دوامة كبيرة المستفيدون منه هم إيران وأمريكا ودول التحالف الدولي إضافة إلى روسيا الذين رأوا في استمرار الحرب على تنظيم الدولة منفذا جديدا يبرر لهم توسيع نفوذهم في العراق وسوريا بينما يبقى الخاسر الوحيد في هذه المحرقة المدنيون الذين يقتلون ويهجرون وتدمر بيوتهم تحت لافتة الحرب على الإرهاب